السوشل ميديا يعني التواصل الاجتماعي وتواصل المحجمه بيزيد بيؤدي الى بيزنس واي بيزنس لازم يكون له قواعد واصول والسوشل ميديا دي نوع من انواع البروموشن والبروموشن ده موجود في حياتنا من قديم الزمان ويتطور مع الوقت لحد ما وصل للسوشل ميديا ده موضوع حلقتنا النهاردة عن وصلة مختصرة لتصحيح بعض المفاهيم عن البروموشن اهلا بيكو في برنامج الوصلة لو انت محترف قوي في تقنيات السوشل ميديا بس مش محترف تسويق ممكن تنجح البيزنس بتاعك؟ طب ولعكس لو انت شاطر قوي تسويقيا كفهم وخبرة في التسويق التقليدي لكن مش محترف تقنيات التسويق الالكتروني ممكن تنجح البيزنس بتاعك؟ الحقيقة ان الاجابة في الحالتين لا السوشل ميديا هي وسيلة لها ادوات تقنية لابد احترفها لكن لازم تستخدمها وانت فاهم تسويق بشكل كبير واعلام حتى لو بد رجاء نقدر نقول ان السوشل ميديا هي مكبر صوت كلما مادى صوت وكان اكبر كلما وصلت الناس اكتر ومادى الصوت ده عشان تزوده يا هتتجه للأعنات المدفوعة او هتعمل ترند وتشتغل تسويق بيروسي ولكن خلي بالك اللي انت هتقوله في مكبر الصوت ده لو عملته من غير قواعد تسويقية مش محدد انت بتقوله المين وازاي وبتقوله بناء على ايه انت ممكن تتضر اكتر متستفادت زي ما قلنا ان البرموشن موجود من قديم الزمان هيرجع بيك للزمن اللي ورا شوية زمان في الاسواق كان بيقف راجل بسيط لبيع بعض الاواني وينادي بصوت جهوري افضل الاواني افضل الاسعار ويحاول ان يقنع كل اللي بيمروا في السوق ان ابدعته هي الافضل عشان يشتروا منه مع مرور الزمان اساليب الدعاية تطورت لحد ما وصلنا للسوشل ميديا نقف هنا شوية بس عشان اللي هقوله ده ممكن يكون مش واضح لاغلب الناس الماركتنج حاجة والبرموشن او الترويج حاجة تانية البرموشن ده جوزء من الماركتنج كل اللي تقال فوق ده اسمه برموشن لكن الماركتنج ده موضوع اكبر من كده بكتير من استراتيجية تسعير ودراس منافسين لدخول اسواق جديدة وهتكلم انا وفريق عمل كورد ديجتل عنه في وصلات تانية ونشوف كل يوم الالاف من الاعنات في التلفزيون وفي الشارع وعلى هيئة اهراء بتتوزع علينا وعلى فيسبوك وبقى مقصود السوشل ميديا وعلى رسالة التلفون وعلى واتساب واليوتيوب وجوجل وفي كل حتة لكن الفرق الجوهري بين كل الاعنات بيكون في فعالية تأثير الاعلان على العميل المحتمل وهنا بقى بيجي دور الماركتنج اللي هو اوسع بكتير من البرموشن والسوشل ميديا هي ادى من ادوات البرموشن الخلاصة انت شايف قوة السوشل ميديا اللي هي جزء من اجزاء التسويق الالكتروني وشايف انها لغة العصر لكن قبل ما تفكر تدرسها وتشتغل بيها لازم تكون فهم ماركتنج واشتغل على اللي بيدوم معاك ما بينتهش بسرعة مع مر الوقت يعني اشتغل على السوابت وعمل لها customization على حسب الوضع الراهن ومهمة قوي انك ما تعتمدش على حفظ ادوات وتقنيات لانك انت اللي بتطوع الادوات والتقنيات دي لخدمتك مش العكس فلازم تكون فهم هدفك واستراتيجيتك تستخدم الادوات والتقنيات دي لتحقيقها لانك لو اعتمدت على حفظ الادوات والتقنيات دي ممكن تخسارك لو استخدمتها غط وزي ما قلنا قبل كده هتلاقي لينك في الديستروبشن بوكس للبحثين عن فرص عمل وتدريب بتقدمه شركة كوردجتل على لينك كوردجتل دوت كوم سلاش كاريرز السنونا الاتنين الجاي في وصلا جديدة شوفكوا على خير وانتوا دايما متواصلين موسيقى موسيقى